السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموضوع بتاعد الوقت يا جماعة عن الفنانة مديحة حمدي طلعت وكتبت على صفحتها الرسمية بطلب من الجمهور الدعاء لإني هغضع لعملية جراحية وأنا خايفة أوي هقول لكم إيه اللي حصل وهقول لكم حقيقة اعتزالها الفنانة يا جماعة ممثلة مصرية اسمها مديحة محفوظ أحمد حمدي متخرجة من المعهد العالي للفنون المصرحية من مولد 1941 عندها 81 سنة بصوا جماعة هي معتزالتش هي بعد وفاة زوجها ثابت الفن وبتقول إن هي مش عايزة تظهر في أي أعمال طب إيه العملية الجراحية اللي هي هتغضى عليها بتعمل عملية المرارة قالت أنا أعمل عملية المرارة بكرة الصبح إن شاء الله بقى لأربع شهور بعاني منها وحاولنا كتير بالأدوية ومفيش فايدة الظاهر إن المفروض أعمل العملية وطلعت كتبت أتمنى منكو الدعاء لإني دخل أعمل عملية ترجمة نانسي قنقر